الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن أزمة التعليم بالمغرب نريد أن نفتح النقاش معكم حول أسباب هذه الأزمة وحول الواقع المتردي الذي صرت عليه المؤسسة التعليمية ثم الأفاق المستقبلية المرتقبة كيف نحفز الأساتداء والمعلمين وكذلك التلاميذ والطلبة وكل مكونات العملية التعليمية لكي نبدأ عهدا جديدا غايته هو الارتقاء بالمؤسسة التعليمية لا شك أن نظام التعليم في أي بلد به يقاس مدى تطور هذا البلد فمؤشر التعليم يدل على أن هذا البلد إلى أي مستوى قد وصل وهذا يؤكد بأن المسألة التعليمية ليست في الهامش بل هي في صلب كل عمل مجتمعي نحن نتابع منذ شهور هذه الأزمة الواقعة ببلادنا وهي أزمة غير مسبوقة في تاريخ الإضرابات لأنها بلغت ثلاث أشهر ثلاث أشهر تقريبا والتلاميذ هم لا يستفيدون من الدراسة ولا يستعدون للامتحانات والوضعية متردية وهناك توتر كبير بين كل المكونات هذا جعل ما يسمى بضياء الزمن المدرسي ضياء الزمن المدرسي جعله يشهر سيناريو السنة البيضاء ومعلوم أننا إذا أعلننا سنة بيضاء هذه خسارة للجميع لا لست في مصارتها أي أحد لا في الأساتذاء ولا التلاميذ ولا أولياؤهم ولا الوزارة المعنية فهذا الأمر مقلق ومؤسف ولكن نحمد الله تعالى سمعنا مؤخرا من مصادر مسؤولة من الوزارة وزارة التعليم مفاده أن السيناريو سنة بيضاء أمر محسوم أنه مستبعد تماما ولن يكون أبدا استبشرنا خيرا لأن أي ذكر للسنة البيضاء يجعل الجميع يشعر بالخسارة في الميزانية المرصودة للتعليم في الزمن المدرسي في التحصيل المعرفي للتلاميذ خسارة للجميع ونحن نريد أن نتفادى هذه الخسارة الآن المعنيون بالأمر يلجأون إلى خطة وطنية متكاملة لتدبير الزمن المدرسي وهذا الأمر سيخص جميع التلاميذ والتلميذات في كافة الأسلاك الدراسية لحد الساعة الحمد لله نسبة الالتحاق بالمؤسسة التعليمية بلغت نسبة كبيرة تسعين في المئة وبعضها مئة في المئة وهذا شيء مفرح أن المياه بدأت ترجع إلى مجاريها إلا قلة قليلة من الأطر التربوية لا تزال لم تلتحق وهذا لأسباب ذاتية أو لأسباب موضوعية ونحن في هذا الإطار نتضامن مع مطالب الأساتذة لأن مطالبهم تظل مشروعة والدفاع عنها هذا أمر من حقهم ولكن إنقاذ الموسم الدراسي هذه مسؤولية مشتركة للجميع علينا جميعا أن نعمل على إنقاذها ونريد أيها الأحباب الكرام أن نذكر من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نذكر بأن العملية التعليمية هي أولا وقبل كل شيء هي مسألة عبدية وإن كان التعليم في بلادنا يشكل أولوية ربما بعد الوحدة الترابية أهم قطاع ينبغي الاهتمام به بعد الوحدة الترابية هو مسألة التعليم ثم يأتي من بعده مجال الصحة ثم من بعده مجال العدل ثم من بعده مجال الشغل هكذا وضع المفكرون والخبراء الأولويات وتبقى بقية الأمور الأخرى كلها متكافئة فالتعليم هو أولوية عظيمة من أجل الإرتقاء ومن أجل التنمية ومن أجل أن نخرج من هذا الصراع الذي لا يبدو في مصلحة أحد أهم ما نذكر به أيها الأحباب الكرام أن المعلم والأستاذ له مقام رفيع ففي الأدبيات الشعرية وفي كل الترات العربي كما نعتز به دائما يعطي للمعلم وللأستاذ مقام رفيع يكفي أن نذكر بالمقولة الشعرية المعروفة عند الجميع التي تقول قم للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا فالمعلم هو دوره أكبر من أي شخص آخر جميع الوظائف وجميع القطاعات للتشغيل كلها مفيدة وكلها ضرورية ولكن يبقى المعلم هو الأفضل لماذا؟ لأنه يقوم ببناء الإنسان هو يستثمر ليس في الحجر وإنما يستثمر في بناء البشر فنحن لما نعطي أولادنا وفلدت أكبادنا إلى المدرسة فإننا نثق ثقة عمياء في الأساسد والمعلمين نحن الأباء والأمهات نكون في شغل طيلة اليوم أبناؤنا يذهبون إلى المدرسة وعندنا ثقة ويقين بأنهم في أياد أمينة وأنهم سوف يعلمونهم العلم النافع وأنهم لما يأتون في المساء فقط ليستريحوا في البيت ومراجعة بعض الدروس ولكن الوقت المهم كله كان في المدرسة أما إذا كان هناك هدر مدرسي وهدر للزمن هدف خسارة للجميع نريد أن نذكر أيها الأحباب الكرام من أجل أن نفعل الطاقة الإيجابية في نفوسنا أن العلم هو قبل أن يكون مرتبط بوزارة وبأكاديمية وبمندوبية العلم هو مرتبط بأدات الإلهية الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أعز العلم وفضل العلماء وأتنى على الذين يعلمون الناس الخير ربنا عز وجل أعطاهم مقام رفيع وخصص لهم أجراً وثواباً عظيم لن يناله غيرهم الذي يشتغل في القطاع التعليمي بصدق ونية وإخلاص له من الأجر والثواب ما الله بعلم لن يفوقه أي قطع آخر يكفي أن نستحضر بأن كتاب الله عز وجل لما أنزله المولى سبحانه أول ما أنزل على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالقراءة أول ما نزل ما هو اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يكفي هذا الشرف أن الله تعالى افتتح كتابه العزيز المشتمل على مئة واربعتاشر سورة افتتحه بسورة العلق لماذا العلق هي العلقة إشارة إلى إلى أصل الإنسان أيها الإنسان العظيم أيها الإنسان الواثق أكتر في نفسه إلى حد الاستكبار تذكر بأنك كنت علقة ثم صيطة مضغة ثم بعد ذلك صرت عظما فكس الله العظم لحما ثم أنشأك خلقا آخر هذا معنى سورة العلق أول ما نزل هو اقرأ ولهذا نحن الأمة العربية والإسلامية نسمى بأمة اقرأ فعلينا أن نقرأ لا نجعل الآخرون أو الآخرين أنهم يسخرون منا لطالما سخر الآخرون من الأمة الإسلامية وقالوا أمة اقرأ لا تقرأ وإذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت سرعانا لا تعمل وإذا عملت سرعانا ما تنسى يعني دائما هذا النقد اللادع لأمة اقرأ علينا أن نتفاداه نتبت للآخرين بأن أمة اقرأ تقرأ وإذا قرأت تفهم وإذا فهمت تعمل وإذا عملت أنها لا تنسى ما قرأت يكفي أيها الأحباب الكرام أن في كتاب الله تعالى سورة اسمها عروس القرآن ما هي عروس القرآن هي سورة الرحمن ففي مستهلها ماذا قال ربنا عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فهذه السورة العظيمة بدأت بتمجيد العلم وتمجيد القراءة والإشادة بالإنسان المتعلم والإنسان العالم لأن العلم هو من نعم الله علينا من أكبر النعم التي أنعمها بها الله تعالى على العباد هو العلم نور العلم لأنه يخرجنا من الظلمات ويخرجنا من الجهل ويدهب بنا إلى عالم الأنوار هو الوسيلة للبناء والارتقاء فبدون علم ليس هناك لا بناء ولا ارتقاء ولا يمكن للأمة أن تتقدم إلى الأمام لهذا كان نبي الرحمة الرحمة المهدات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي أتباعه ليس بطلب العلم فقط بل الاستيزادة الاستيزادة من طلب العلم يعني الطلب يسمى الطلب يعني الرغبة في الاستيزادة وكان يقول في دعائه المأثور كان يقول وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما تصور أن النبي الكريم يقول هذه الآيات وهذه الأدعية ونحن أنا محز في نفسي هذا الأسبوع كنت أمر بجانب إحدى المؤسسة التعليمية ورأيت أبناءنا صغار في سن الإعداد شباب في سن المراهقة يعبتون ويلعبون وقلت لأحدهم يا بني ألا تراجع دروسك عوضا قال لي قال لي لقد سمعنا وقل ربي زدني علما ولكن ولكن أين هم العلماء وأين هم الأستداء وأين هم القدوة شعرت بخزي كبير شعرت بأن هؤلاء التلاميذ يرغبون في المعرفة وفي العلم وهم يبقون هكذا كأنهم رهائن من ينصفهم آباؤهم يتألمون والمسؤولون في ورطة والأستداء في أزمة يعني من المسؤول يعني هي مسؤولية مشتركة بين الجميع ولكن من يؤدي ضريبتها هم أبناؤنا وفلت أكبادنا أنا أذكر لما كنا طلب في التعليم في الجامعة أو في السلك الإعدادي خصوصا في الجامعة أذكر مرة كان هناك إضراب في الجامعة وال الحقوق طبيعي أن الإنسان إذا لم ينال حقوقه يشهر الغضب والمقاطعة للدراسة وأذكر أنه في اللحظة التي كان فيها الأساس في غضب وطلب أيضا كانوا في تمرد والإدارة في تعنت قام أحدهم وقال أيها الناس رجل كان يشتغل في الجامعة منظف إنسان بسيط منظف لكنه كان على علم وكان على وعي وكان على دين وكان على خلق وسنوات قضاء في هذه الجامعة وكان يتألم لما يرى الجامعة مع أنها هي المحور العلم والمعرفة يجد فيها هذا الإضرابات على أشياء ممكن أن تنال من غير مقطع الدراسة نطالب بحقوقنا دون أن نقطع الدراسة أذكر هذا الرجل بدأ يصرد علينا حديثا نبويا شريفا قاله على مجامع الحاضرين هذا الحديث صحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قاع البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البضري على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحض وافر هذا حديث طويل موجود في كتب السنة وصحيح في مضمونه وفي سنده ومتنه هذا الرجل قالها بحرقة رجل منظف بدأ صعد على الدرج وبدأ يخطب الأساتد والعمادة والطلبة والباقي المكونات وبصوت كان قويا يردد هذا الحديث بعده قام بعض الطلب الغيرين باستخراج هذا الحديث من كتب الصحاح وطبعوه بخط واضح وضعوه في جميع جنابات المدرجات والأقسام لكي يراه الجميع سبحان الله العظيم يعني بعد فترة قليلة جدا هدأت النفوس ورجع الناس لطلب العلم أولا ونطرك الحقوق إن شاء الله بطريقة أخرى الحقوق لن نتنازل طبعا ولكن ينبغي أن نطلبها بشكل آخر بدون هذه الضغوطات التي يؤدي ضريبتها التلاميذ والطلبة فهذا الحديث يعني حري بنا جميعا رجال تعليم ورجال تربياء وأباء وأمهات وأولادنا وبناتنا من التلاميذ والطلبة أن يحفظوه ويفهموه نحن نذكر لما كنا صغار كان يكفينا أننا حفظنا هذا الحديث عن ظهر قلب وأي أزمة تواجهنا في طريق طلب العلم كنا نتحداها كنا نقط بعيد عن مقر المدرسة ونحتاج إلى مواصلات فنضطر أن نمشي بالأقدام نمشي بالأقدام ونمكت الصباح والمساء في المدرسة ولا نتناول إلا قبل الطعام نبقى بلا طعام ولو القليل وكنا أحيانا نتعرض لاستفزاز من طرف إما أطر تربوية أو إدارية وكنا نخضع ونرضى لماذا كل هذا في سبيل طلب العلم ولم يضيعنا الله تعالى فالحديث حري بناء أن نحفظه وأن نردده على مسامع أبنائنا يقول فيه النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة يعني تصور الأجر والتواب الذي أعده الله تعالى لكل من يطلب العلم إما أستاذ وإما تلميد وإما طالب وإما إطار تربوي كل هؤلاء إذا سعى في طلب العلم سهل الله طريق إلى الجنة الجنة هي مبتغة كل مؤمن يتمنى أن يصل إليها ثم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم سور بأن نحن رأينا في المهرجانات إما ثقافية أو فنية أو سينمائية أو رياضية نجد دائما نجوم نجوم الفن والرياضة والسينما يضعون لهم ما يسمى بالسجاد الأحمر وكذلك الأطر المكلفة بالعمل الديبلوماسي في السفارات والكبار الشخصيات دائما يضعون لهم الستار أو الديتار الأحمر يعني هناك زربية حمراء يسير فوقها فربنا عز وجل ماذا جعل لطلبة العلم لم يجعل لهم ستارا أحمر بل جعل أجنحة الملائكة وما أدراك ما الملائكة لي أجسام نورانية لا تأكل لا تشرب وظيفة والذكر تصور بأن الملائكة تفرش أجنحتها رضا لطالب العلم وأنت تسير إلى المدرسة أو إلى الجامعة سواء كنت أستاذ أو معلم أو طالب أو تلميذ أنت تسير لا تسير فوق الديتار الأحمر وإنما تسير على أجنحة الملائكة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في قاع البحر صور العالم ما عنده وقت لكي يستغفر لأنه عنده وقت طويل إما في قراءة الكتب وإما في المختبر يقيم أبحاث وإما في أي مكان للدراسة والتنقيب ما عنده وقت للاستغفار الله تعالى كلف ملائكة خاص لخدمة طلبة العلم والعلماء أنهم يستغفرون بدلهم وإن العالم لا يستغفر له كل شيء كل شيء حتى الحيتان في قاع البحر تصور مرة كنا في البحر وحد صياد استضى سمكة ثم أعادها قال إنها تستغفر العلماء أتركها تعيش قد أأخذها فأشويها وأكلها ولكن أضيع على عالم يستغفر له الحيتان في قاع البحر كل شيء حتى الطيور في السماء والوحوش في البرية والديدان وكل شيء لنقلك وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض كل من في السماوات يستغفر لطالب العلم وللعالم ثم قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب صور واحد عابد كي يمشي للجامع كي يذكر الله تعالى عنده أجر وتواب عظيم ولكن من هو أفضل منه؟ أفضل منه من كان في طلب العلم يتعلم الخير والمصلحة ويعلمها للناس هذا أفضل منه إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب تصور القمر ليلة البدر الأيام البيض 13-14-15 يكون منيرا مشرقة وكذلك بالنسبة للنجوم حوله صغيرة فالعالم هو داك القمر والعباد هم أولئك النجوم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء العلماء وظيفتهم سامية وغالية يعني كأن المرتبة الثانية بعد الأنبياء من هم؟ قالهم الأولياء قالهم المجاهدون قالهم العلماء العلماء ورثت الأنبياء أكثر من الأولياء وأكثر من المجاهدين وأكثر من أصحاب الأعمال الصالحة العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة الأنبياء ما كانوا أغنياء ما كانوا يبحثون عن تعويضات ما كانوا يبحثون عن الأجر ولكن عندهم ما هو أفضل من ذلك لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر علم عظيم وغزير فرسالة نوجهها لرجال التعليم ورجال التربية أننا نذكر أنفسنا بأن هذه الوظيفة سامية وأن الله تعالى أعزها وكرمها أنت أخي الأستاذ أختي الأستاذ أو المعلم أو المعلمة لما تدخلون إلى الفصل منذ الصباح لما تقومون من بيوتكم وتذهبون إلى المدرسة أنتم في عبادة سامية أكثر من العباد والزهاد والأولياء وأنتم تسيرون من مقر عملكم إلى أن تصلوا من مقر سكنائكم إلى مقر عملكم تأكدوا بأنكم في وضعي أفضل من نجوم السينما والفن والرياضة الذين يفرشون لهم الديتر الأحمر أنتم الملائكة تفرش لكم أجنحتها وأنتم أيها الأحباب الكرام عندكم أجر والثواب عظيم لا تنظرون إلى الأجر في آخر الشهر يعني الرقم التأجير والسلم الإداري لكن أجركم وتوابكم عند الله تعالى عظيم وجليل لأن عندكم أبناءنا وفلس أكبدنا يقرؤون ويدرسون ولهذا فالعلماء هم أومناء الله على خلقه العلماء هم أومناء الله الله تعالى استأمن من استأمن الأمان أعطاه للعلماء وللعالمات وأمرنا بأن نسألهم إذا جهننا أي مشكل عندنا في المعرفة من نسأل نسأل المعلم ونسأل الأستاذ ونسأل صاحب العلم لأن ربنا قال فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الدكر طبعا العلم الديني يبقى هو لما نضع ترتيب المعارف والعلوم لا شك بأن حسب ما ذكر الخبراء أن أعظم علم وأعظم معرفة هي علوم الدين وعلوم الدين خصوصا علم التوحيد وعلم التربية ما يسمى بعلم السلوك هذا أعظم العلم لأن هناك علم أخرى تسمى علم الآلة كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلم الأصول وعلم القواعد الفقهية وعلم أخرى بالقراءات هذه تسمى علم الآلة هذه فقط تساعدك على إتقان الفن لكن أجوهر علم الدين ما هو هو التوحيد أولا لماذا التوحيد؟ لأنه يعرفك بالله ويعرفك بجلال الله والتوحيد نجده في الفيزياء فعلم الفيزياء تدل على الصنع الإلهية نجده في علم الأحياء في البيولوجيا كل ما في الوجود من الأحياء يدل على عظمة الله نجده في علم الضرة والمجرة نجده في علوم الرياضيات نجده في علوم التاريخ ونجده في علوم الفلسفة كل العلوم تعرفك بعظمة الخالق عز وجل كل العلوم تؤدي مباشرة إلى معرفة الخالق فهذا يسمى علم التوحيد ورقم واحد رقم اثنين هو علم السلوك علم التربية تعلم الإنسان أنه يأنس بأخيه الإنسان يتعايش معه كيف يتعلم الصبر ويتعلم تقديم المساعدة ويتعلم الحوار ويتعلم التريت ويتعلم الأداب العامة ما يسمى بعلم السلوك وعلوم التربية ثم بعد ذلك باقي العلوم كلها فائدة قيل بعد علوم الأديان هناك علوم الأبدان يعني العلوم التي تنفعك في صحتك النظام الغدائي تحافظ على الصحة من الزوال أو من التضعض تحافظ الصحة ثم ذلك بقي العلوم فالعلوم كلها فيها منفعة ولكن يبقى دائما علم الدين يبقى دائما هو رفيع المقام من يريد الله بخيرا يفقه في الدين ونأذكر لما كنا في الإعداد كان عندنا أساتد أجلاء أحدهم كان يدرسنا الرياضيات وهو الذي علمنا الصلاة ونحن الصغار كان كي قلنا جاء وقت الصلاة يا أبنائي يعلمنا الرياضيات ولكن لما يأتي وقت الصلاة يقول يا أبنائي جاء وقت الصلاة وكان يتوضأ أمامنا ويصلي أمامنا فنتبع في الصلاة وكان أساتداء آخرين وفي الطفولة حتى في الابتداء تعلمنا الصلاة في الابتداء من طرف الأستاذ كان يأتي وقت الصلاة ويعلمنا هذه المبادئ من من يعلمك الفلسفة يعلمك الفيزياء يعلمك العلوم مختلفة حتى الفن كان عندنا الرسم والفنون التشكيلية وكان الأستاذ يعلمنا هذه المبادئ نعتز بهم ولا زلنا لحد الساعة منهم من بقي على قيد الحياة ومنهم من رحل نترحم عليهم الله يرحمك يا فلان الله يرحمك يا علان كان يعلمنا إضافة إلى العلوم المعرفية القيم الأخلاقية وقيم الدين ولهذا تجد من علامة العالم الناجح هو الخشية أول علامة من علامة أن هذا العلم ناجح وفالح وصاحبه قد يكون من الأخيار هو الخشية لأن ربنا ماذا قال قال إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هما أشد خشية لله تجد بأنه يخشى الله تعالى فلا يكذب ولا يتماطل ولا يراوغ وإنما عنده الصدق وعنده الأمانة وعنده الأريحية لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم وتعليم الآخرين هو أفضل حتى من الجهاد تصور الجهاد في سبيل الله تعرض نفسك للتهلك قد قد تقتل في الجهاد ومع ذلك فإن العلم هو في المرتبة الأعلى من الجهاد فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال بأن الذي يأتي إلى مسجد هذا لم يأتي إلا ليتعلم الخير أو ليعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله لكي يطلب العلم والمعرفة فهو في ماتبة المجاهد وطبعا المجاهد هو ينتظر الأجر والثواب من عند ربه مع مرنش نشي مجاهد يطلب الأسهم أو يطلب الغنائم أو غير ذلك يطلب للأجر والثواب من عند الله فسدن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يجي المسجد هذا كالمسجد هو مقر للعلم جاء ليطلب العلم أو يتعلمه فهو في مرتبة المجاهد في سبيل الله ومن يأتي لغير ذلك فهو كالناظر لمتاع غيره لجاء لرغبة أخرى ليس لطلب العلم فهو كالناظر إلى متاع غيره كتشف إما زوجة صاحبك أو سيارته أو متاعه فأنت ليس لك لا أجر ولا ثواب بل أكثر من هذا ربنا عز وجل جعل كل الأعمال لك يقوم بالإنسان تنتهي بعد موته أي عمل درته كتفنان كتشورطي كتمهندس كنت برلماني كتوزير كتسفير كتغفير عملك ينتهي بعد موتك لكن طلب العلم يبقى حتى قالت صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله منهم وعلم ينتفع به علم ينتفع به لخلع علم ينتفع به إما كتب إما أشرطة إما تسجيلات وإما طلب وتلاميذ الطلب والتلاميذ هم أعظم إنجاز ربما أكثر من الكتب لأن تعلمه الفكر والعلم والسلوك والأدب وهذا التلميذ أو الطالب يأخذ منك هذه المعارف ويلقنه إلى غيره وغيره يلقنها إلى غير غيره إلى ما لا نهاية كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فرجال العلم والتربية لهم أجر والتواب كبير لا ينقطع فقط بحياتهم بل بعد موتهم يبقى عندهم الأجر والتواب حتى قيل أن في القبر لما يكون الإنسان في قبره يضاء له كما بين السماء والأرض فيقول يا ربي أن لهذا يقول هذا من علم تركته واستفد منه الناس وترحم عليك الله مرحم فلان لحد الساعة قلمة قال البخاري رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله قال الإمام الغزالي رحمه الله ولكن نذكر أسماء فنانين ورياضيين وزعماء سياسيين لا نقول لما نذكر أسماءهم لا نترحم عليهم نقول إنسان يعني مرة في التاريخ وانتهى لكن الترحم يكون على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى معلمي الناس الخير فالعلم هو أعظم شيء ممكن أن نستفد منه الآن ونحن نرى الوضعية التي صارت إليها العملية التربوية والتعليمية في بلادنا ثلاث أشهر للانقطاع هذه مدة غير محسومة ليست بالهيينة أذكر لما كنا نتغيب عن الدراسة يوم واحد يعني مصيبة إذا بلغت ثلاث أيام هذه مصيبة عظمى وإذا وصلت أسبوع هذه طامة لا تغتفر أسبوع أما الآن ثلاث أشهر يعني شيء مؤسف للغاية ونحن إزاء إزاء تغيرات في المجتمع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي كله يتغير ونحن في تحدي ومفتاح التحدي هو العلم والمعرفة والرهان على أبنائنا وبناتنا وأن نقدم المشعل للجيل القادم الجيل القادم حقيقة للأسف أقول هذا الكلام لماذا؟ التقيت مع بعض التلاميذ في إحدى المؤسسات على عتبة إحدى المؤسسات التربوية ورأيت ما يضر القلب وما يؤسف له وسمعت من أمهات كلام يدمي وأردت أن أشارككم أيها الأحباب الكرام عن أزمة التعليم في بلادنا وكيف ممكن أننا نستدرك ما فات ونبدأ صفحة جديدة الكلمة لكم أيها الأحباب الكرام أرقامنا مفتوحة لكي تشاركون الحوار والنقاش حول هذا الموضوع أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 غنقوا مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل فابقوا معنا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونبدأ أول مكالمة من طنجة معنا للاهيبة سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هيبة من طنجة ربما هناك تعذر الاتصال نتحول إذن إلى مراكش معنا سيحمد للاهيبة حياك الله بنتي مرحبا لبسة بنتي بارك الله فيك يا مرحبا يا أهم سهلا يا رحمة يا رحيم بارك الله فيك هيبة نقطع الخط مع درايا هيبة لا إله إلا الله نعتذر منك بنتي ربما مشكل في الاتصال ونضطر أن نتحول إلى مخاطب آخر معنا السيحمد من مراكش السلام عليكم أستاذ قريبان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لكل تقمت خدمة راديو وتحية لجميع المجتمعين للعاملين من رجل التقاء حتى المدير ديال هذه المؤسسة المحترمة وجمع مباركة والصدر الفضل أحييك لله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ولي يا مرحبا أهلا وسهلا أستاذ الله يجزيك بخير واحد الحالة حيرة لي عقلي وهي واحد سيدة مريدة مدفرة في عشور شدي شفها الله يارحبا لا يشافي جميع المرضى يارحبا لكن هنا الحيرة للعقل من اللي شفت مدفرة في عشور هذه وهذه اليامات جاءت وداروا تبروا الغيطاء ذاك التعارض وكذا وكذا واش هادشي واش جائز ولا لا لا إله إلا الله أشتغيقول الشريعة الله يجزيك بخير يا سيد الحمد أشتغيقول الشريعة الإسلامية فهذا أنا أنا الصراحة أنا بقى في الحال وقلت لله خسنين تصل نعم والله يجزيك بخير ديين لله سحمد شكرا أنا في إعلان المريض في هاي ممكن أنا اللي قلتنا على لخور ديلي ممكن تكون شي صداقات شي ولي ما وكذا ودعو الناس وكذا وكذا لأخير لكن يكون الزهاريت وشتحر وكذا نبقى في الحال وصلت طريبة والله يجزيك بخير لما يجمع المستمعين كيتصنط الله يكتفق الله يجزيك بخير الله يجزيك بخير الله يعطيك ما تتمني توقف الجنة إن شاء الله مرحبا شكرا بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا شكرا لك حافظك الله ورعاك سيد يحمد أكيد أن هذا الموضوع مهم للغاية هو أن الإنسان لما يكون مريض ويخضع لعلاجات وفحوصات أكون أكيد أن العائلة كلها تضع أيديها على قلوبها وتنتظر رحمة الله الواسعة هالناس ربما أردوا أن يعبروا على فرحة عودة المريض إلى البيت بعد أن قد أيام في المستشفى ودرجع للبيت بغير عبروا على الفرحة ديانهم هما حقيقة الطريقة للتعبير يتختلف من جهة إلى أخرى والطريقة السليمة للتعبير عن الفرح إذا كان هناك مرض هو أن الإنسان يشكر المولى عز وجل على ما أعطانا كتشكر الله تعالى لأنه هو المعالج هو الطبيب وإذا مرضته فهو يشفين ومن أرد أن يعلن الإعلان عن الشكر بماذا يكون يكون بأن العائلة تجتمع وفي العادة أن الناس يأتون بأهل القرآن وأهل الذكر يقيمون سولة قرآنية شكرا لله تعالى لما أعطى أو الداكرين الذين يقومون بالأذكار من الأمداح وغيرها من الأذكار ربانية ويكون هناك تقديم صدقة صدقة إما للأيتام أو للفقراء أو نصنع طعام يدعى إليه الأحبة والجيران أكندر الدعاء من أجل الشفاء واستمرار الصحة والعافية هنا الله تعالى يباهي بين الملائكة وهنا الله تعالى يبارك للمريد في صحته ويزداد شفاء وصحة وعافية ولكن أن يعبر الناس بطرق أخرى هدف إشكال كما ذكر أخونا السحمد كأن يأتي الإنسان مثلا بالرقص والموسيقات واختلاط الرجال والنساء هذه ربما قد تكون فيها نوع من تحدي هي فرحة وسرور ولكن لا تلق بحمد الله وشكر الله لما أعطى لأن نعود بالله من السلب بعد العطاء الدعاك يقول الصالح دوما نعود بالله من السلب بعد العطاء قد يعطيك الله وحد النعمة عظيمة ولكن من بعد إذا بدرت منك معصية أو سيئات قد يسلبها يسلبها من جد فأي لحظة لأن النعم نحافظ عليها بمدى بالأذكار وبالشكر وبالطاعة ونضيعها بالمحاصي فالطريقة التعبير ربما هدل الناس ما كانواش عارفين والطريقة اللي استعملوها طريقة لا تلق بهذا الوضع الوضع اللي خاص يكون وهذا اللي معمود به عند الجميع هو أن الناس يجتمعون لتلاوة القرآن والأذكار وصنع الطعام للجيران والأحباء ويرفعون الدعاء لله تعالى بالشكر على هذا الشفاء ويتمنون المزيد من الصحة والعافية أو ممكن أن طريقة الاحتفاء أن الإنسان يأخذ قدر من المال أو الطعام ويتصدق به على الفقراء والمساكين للأسف هذا الظواهر يعني تعبر عن غفلة عند الكثير من الناس أشد من هذا رأيت إنسان جاء من الحج جاء من الحج في إحدى الأحياء التقليدية واستقبله أهله وأحبابه بهذه الطريقة طريقة للغياطة والطبالة والناس تحفقوا الكارو وهذه الطريقة اللي لا تلق جاء من الحج من أجل الرحمة والمغفرة وجاء مغفورا له حتى قيل من نظر إلى مغفور غفر الله له ذك لجاء من الحج أو لجاء من العمراء ذك مغفورا له لأنه من حج فلم يرفط ولم يمسق خرج من دنوبه كيوم وتأمه مغفورا له فإذا نظرت إليه وهو مغفور له غفر الله لك من نظر إلى مغفور غفر الله له والناس لجاء من الحج مثلا اللي بغادرش صداقاك يجمع العائلة أو الأحباب ويكون دوما إما أهل القرآن أو أهل الذكر لكن هذه العائلة حسب علمها ومعرفتها وهي عائلة طيبة مش فيها شر أو فيها سوء ولكن هاتش اللي يصدر منها أنها استقبلت هذا الحج بالكارو في الهدية والطبالة والغيطة بالطريقة التقليدية وجو الفتيات يصعدون فوق هذا العربة يجروا حصان ويرقصون والشباب يصفقون والناس كي يطلقوا الزغاريد والتصوير بالكاميرات وبالهواتف نقل الدكية والكيبارتاجي وده الشي يعني الحاج مسكين وقاليه واحد النوع من الحيصابيس هو جاي يبحث عن المغفرة فوجد أمامه هذه الأمور فهذه من الغفلة أو من سوء العلم نطلب الله سبحانه وتعالى يرد بنا ردا جميلة نطلب الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويصطح هذه الأمور إنه سميع قريب مجيب اللهم أمين يا ربي كريم نتحول إلى ابن ملال مع ناس جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أقدر أستاذ لبس عليك الحمد لله أمولي بارك الله فيك أكرمك الله أعزك الله بارك أستاذ تنحبك بززاف جزاك الله ألف أخير سيدي جمال وتنشكر الناس اللي معاك والطاقم اللي معاك والله يجزين بخير اللهم أمين شكرا لكم ومولاي بارك الله ومن خلال هاد الشيكة تعطينا وهاد النصائح في أنه داري على أنك تحبنا بزاف الله يحفظك أخويا الله اللي مقامك اللي جاء أنهم صادقين يا رب أستاذ هذا الموضوع قلتي بزاف ديال التعليم أنه راح يعني قاعد عارنا بزاف وبغينا يتحل في أقرب وقت أيا مولاي الناس أي ما كيقرأ وشهادة وتنتمنى وتكون شي يكون شي حال في أقرب وقت لأن العلم رسمنا الدرجة الكامل بأنك رشدتني قلتي العلم بأنه يعني من الدرجة الأولى أكيد وصراحة أدى شي شحالة تسمع لك وما كراش تدبعين طرح لك تاوحد الفكرة ما كراش تدقل واتدقل إن شاء الله لتسوى الأمور هذه ما كراناش تدقل أحرار اللي كيديرو أحرار مثلا بحال تاسعة حراب أي بحال ليبر أنه ثم يديرو لهم شي حال مثلا حتي كمي فاقير يعني وما تيعدو في شي سويع وهذا أي نعم أي فمتك أسيدي فمتك أسي جمال يا مولاي أي وأستاذ بغيتك منك شي ناصحة أنه تعطيني أنا دبتن يعني تنقر ليبر تنقر حر نعم أنا عدي ديبلون تقني اسمي كانيك أغريكول نعم وبينكمل الدراسة ديالي ويعني كل ما قلت لنا بأن الإنسان خطي قوي العاقيدة دياله وهذا نعم وذك شي بغيتك منك ناصحة أنه كيفش ندرس كيفش مثلا نوجد ببين يالله بين ندير تاسعة ليبر وابا يندير باكي ليدور إن شاء الله وتعالى وابا يتكي يعني تعتيني ناصحة كيفش يعني كيفش نوجد كيفش نقرأ حيث نقرأ ليبر دب العمر رانافي ثلاثة سنالة بارك الله الله يبارك فحمد بارك ويعني كيفش نقرأ كيفش نقوي العاقيدة ديالي كيفش نارجع الدروس ديالي ويباش الكتوب اللي كتنسحني يعني في الدين لينقرأ اللي نقرأ هم اللي بنقوي العقيدة ديالي. نعم. وكيفش ننظم دك الدروس ديالي ونقرأ. ويعني ونحصل لات تاري تاعدا دي. ان شاء الله. بحالك كيفش نقرأ. انني بقعت في ديك الدراسة ورجعت بتيت نقرأ تاني عود تاني. نعم. ان شاء الله بإذن الله استي جمال. الله يوفقك الخير. والله يصلح الأمور ديالك. وشكرا على هاد المداخلة الطيبة. اه اولا اه النصيحة بعدها للاهل العلم في القطاع الخاص. احنا عدنا القطاع العمومي. وعدنا القطاع الخاص. وكين دائما الجانب المادي من تكلمو عليه لان لان ضروري الكرامة ديالاستاد ودائما العيش سار سار كين غلاء ديالاسعار. ولا بد ان الاستادي كنت هو كباقي الموظفين في جميع القطاعات. عنده المستلزمات ديالانفاق بشيائش بالكرامة ولا يضطر لكي يمد يده. كين واحد الفكرة طرحوها بعض الناس. ربما فكرة مهمة. ان ان القطاع التعليمي ممكن نزيد لهذه الاساسي دا. واحد للقدر مهم في في ال في ال في ال اجرة ديالهم. والعائلات اللي يقري ولدتهم يعني غاي ساهموا بواحد المدخول يعني واحد وحد القدر ديال. مثلا واحد خمسمية درهام او الف درهام في شهر. ونقري ولدي ولا بنتي في المؤسسة العمومية. على شرط انهم اللي يدخل لك تلميذ المؤسسة العلمية العمومية. غادي يلقى اول حاجة الفضاء ديالها يكون يعني محترم. يعني يكون واحد البناء نظيف. اه فيه الجدران يعني مطلعهم سبوغم زيان. مساحة الخضراء. اه اعزكم الله الحمامات المراحيل تكون نقية نظيفة. اه الادارة كتكون مبتسمة وكتكون مقبلة. الاساسي دا عندهم واحد تحفيز كبير. يعني قالوا لما لا? لما لا? مدام ان المشكلة هي مرتبطة في الميزانية. لست من ترحوش واحد واحد الحل يكون وساطي. ومن فيه من فعل الجميع. انا عندي اولادي متى نقرر في التاليم الخصوصي. وكان التربي ان انا انا غندفع واحد راتب كبير جدا. ويقهر الكاهل دي العداد دي الاسر. لما لا? نصلحه المؤسسة العمومية. وندير واحد الواجب اللي يقدر يؤدي اي واحد اي اب او اي ولي امر يؤدي خمسمائة درهام الف درهام في الشهر للنفر. ويكون يكون المدرسة العمومية احتية عند النقل. النقل بحل التعليم الخصوصي. ويكون فيها الاطعام. مش بحل الاطعام دي اللي كيكون طعام ردي. يكون طعام مؤدى عنه. يكون نظيف. اتفرح من اللي غتلقى بأن المؤسسة العمومية. احتى هي عندك ولدك او بنتك. كي سيف طولي الترونسبوغ احتلبها بالدار. النقل احتلبها بالدار. وكيوصلو احتل المدرسة. وبنت ناشو الجوج ممكن يبقى تما. ويلقى يلقى المطعم نظيف. يلقى طعام جيد. وممكن دروس تقوية هناك. وتأدي هاد المبلغ. فغين تفعل جميع. وكيبقى الخيارات. يكون القطاع العمومي بوحدو. والقطاع الخصوصي اللي بغي يمشيريه الله يعاونو. والقطاع اللي هو شبه العمومي. يكون لبعض الاسر اللي هي من الطبقة الوسطى. لقدر يؤدي هاد المبالغ. هادك حلول. هي الحلول كثيرة ومتعددة. وخصوح الارادة السياسية قوية من اجل تفعيلها. سي جمال دون ان اطيل لان هناك مكالمات كثيرة على الخط. اه انت سي جمال الحمد لله ثلاثين سنة. وما زال بغيت تقرأ. وغتمشي من الاعدادي. انا احييك على هذا الروح. ولا هذا النفس. لان طلب العلم ليس له عمر. طلب العلم هو كيبقى دائما اطلب العلم من المهدي الى اللحدي. وكل واحد العداد المفكرين والعلماء الكبار في التاريخ كانوا انقطعوا عن الدراسة لأسباب. اما اسبب مرضية او اسبب اجتماعية او اسبب فقر او اسبب هجرة. واحتى كبروا دلو ثلاثين سنة عاد عودوا مرة تانية الدراسة. ووصلوا الى الى مستويات رفيعة. هذا التاريخ كل مليء بهم. ربما لما نستحضرش نموذج في التاريخ الاسلامي. هذه القومة لان شيخ الفقهة. يعني احسن فقهة. واكترهم علما وغزارة. هو الامام ابو حنيف النعمان ابن زوطة. كان في العراق. هذا كنتاجر. كان وبيعو شري. واحتى هو ادخل البيعو الشراء. احتى ثلاثين سنة. عاد فهم بان العلم راه ضرورة ملحة. عاد بدأ ينتظم في احدى الحلقات العلمية. عاد فيما بعد. ابقاك يدير نص نهار للتجارة ونص نهار للعلم. وبسرعة بدك يدير علاقات مع الطلبة للعلم. وكان ينفق عليهم. لانه كان غني. في ثلاثين عام دار تروى. كان خدموا في التجارة. منذ عشر سنوات كيشتغل مع ابوه. عشرين عام راه ولا لبس عليه. ثلاثين سنة ولا ولا رجل ميسور. فكان ينفق على طلبة العلم. مصنر الاول كيخدم. مصنر التاني كيبش يقرأ. بعد مدة صار هو يدرس. كان غاب واحد مرى الاستد يالو. فصار هو ينبو عنه. وبعد مدة اكتشف الناس بان عنده علم غزير. وبدأ ينشر ذلك العلم حتى دار مذهب. وسمي بالمذهب الحنفي. وهو اكتر المداهب الفقهية الارتباطا بالواقع. حتى انه لما كانت هناك الدولة العثمانية. لما كان المجتمع العربي والمسلم كل موحد في اطار الخلافة الاسلامية. في عهد الدولة العثمانية. اخر اخر الخلافات التي قبلها ان تسقط عن طريق مصطفى كامال اتاتورك. وتمزيق الامة العربية الى دولات اقليمية. وخلق النزاعات فيما بينها. ملت اسد الدولة العثمانية. قالوا اي مدى بغن ناخده. كل منطقة عند مذهب. كي المدهب المالكي. كي المدهب الشافعي. كي المدهب الحنبالي. وكي المدهب الليت. وعدد المداهب. فقالوا بان افضلها. اللي هو عقلاني. واللي هو علمي. واللي هو تقدمي. القوا بان ابو حنيف النعمان. لماذا? لانه كان تاجر. وكان امين سوق. وكان عنده الفقه دياله. كله مبني على المصالح. حال امام مالك مثلا عندنا. حنا في المدهب ديالنا. عندنا الامام مالك. لانه عنده واحد خصوصية اخرى. ان فكره مبني على المصالح. وسد الدرائع. والتيسير. ابو حنيفة كان كان على الربح. لانه كان تاجر. كان دائما عنده واحد الفتاوى. ربما الحركة النسائية اليوم. كتقلب على التشديد. وتقلب عليه في الفقه الحنفي. مثلا الولاية ديال المرأة. كان ابو حنيفة يرفض اي ولاية على المرأة. يقولك المرأة الراشدة. الى كان عندها عندها الادراك. وعندها الاستقلالية المالية. مع ان توحد الحق انه يفرض على شي شيء معين. او ابوها او اخوها. لانه كان في اهده يرى واحدة رؤية تقدمية لوضعية المرأة. وقس على ذلك في المعاملة التجارية وغيرها. فهذا الرجل استطاع ان يكتب اسمه بميدال من ذهب. مع انه لم ينتظم في اطار الدراسة الا بعد ثلاثين سنة من عمره. وقس على ذلك واحد العدد كبير من العلماء الاجلاء في التاريخ ديالنا. حتى في المعاصرين. كان بعض العلماء في تركيا مثلا احد اشهر العلماء اللي سهم في صناعة المحرك. انه درس واحد فترة زمانية ثم انقطع لاسباب هذه الفقر. ثم عود انتظم بعد انقطع اكثر من سبعتاشر سنة عن الدراسة. ولما عاد نال شهد عليا وصار مخترع كبير. ومثل هؤلاء كثر. فكما نقول لك سي جمال بان الدراسة ليس لها اه سن معين. اطلب العلماء من المهدي الى اللحد. اكيد ذكرت بان الدراسة لابد ان الانسان لا يغفل الجانب الديني. لماذا? لان اي دراسة بعيدة عن القيم الدينية فلا تنفع صاحبها. اقول ذلك الكلام يعني كنت اقوم بجولات عبر بعض الجامعات. وكانت بعض الجامعات اللي اه تبهر. يعني كتدرس واحد العلوم اللي رفيعة. كيل ماركوتين وكيل كومينيكاسيون كيل واحد مجموعة للعلوم. وكيقروم لها اه بواحد واحد الاجرة عالية. كيخلصوا عليهم وليدهم. كانوا بعض الاباة طلبوا مني مش نكون معهم في واحدة المهمة. فصدمت بان انا انا لا ارضى لابني هذا. انه في اعلى المستويات ولكن غياب الاخلاق وغياب القيم وغياب التوجيه. حتى انا مرة جلست مع بعض طالب واحد جامعة. احدهم سألني واش فعلا كيل البعت والنشور. كيل البعت والنشور. يعني هذه من من الامور البديهية. طالب في جامعة في المستر. وعذرته لانه لم يسمع من قبل عن البعت والنشور. يقول لي انا حسب معلوماتي نعيش. ثم بعد ان نكبر ونهرم نموت وتنتهي القصة. قلت له يا يا بني ركين كيل البعت وكيل النشور وكيل كده وكيل كده وقلت بانهم لم يعلموه. علموه كل شيء. علموه اللغات الاجنبية. علموه المال. وكيف ينفق المال. فقط. واحتى كيحكي لي انهم لما اقرأوا واحد المادة واخرهم علوم. اقرأوا واحد المادة سيكولوجية فلسفية. اقرأوا واحد محور. من يحكم الاخر? شكلك يتحكم في الانسان? واش العقل? ولا العاطفة? او الشهوة? شكلك يحكم اكتر? بعد الدراسة طويلة طيلة للموسم الدراسي خرجوا بنتيجة ان اللي يحكم في الانسان ليس العقل. الشهوة هي التي تحكم سلوك الانسان. هما كيقرأوا الماركوتين. وطبعا هذا الكلام مش علمي. هذا كلام عنده عنده مغزى. عنده هدف. لانهم كيبغوا يأكدوا لهم بان في الرواج الاقتصادي والتجاري. اه دائما تبتاكر شي حاجة تتيل الشهوة الانسان. باش يقدر يشري ويبيع ويستهلك. اما ترضي عقله. غضي بقى الرواج الاقتصادي محدود. فدائما الناس كيختاروا عيد الحوب. كيختاروا. كيختاروا عوحد مجموعة دي المناسبات. لي كله كتكلم على الشهوة واللدة والمتعة. باش يوقع رواج اقتصادي. ويقع وحد الحركية في المجتمع. اكتر من هذا وجدت واحد شاب. هو باكي باكي تشكا. قليك لقيت ولدي بانه عنده سلوك غير سوي. ومليك لإستماع وحد شويا قد بين الدر المسكينة عنده شدود. عنده شدود لانه. آآ والسبب. آآ اسبابية متعددة. السبب انه كان مدمن على على مطلعة بعض القنوات او المواقع الاباحية في في الانترنت. هو كيحكي لي هكذا. قال لي يا عمي. انا بديت في الولبط غير معرف. ولكن من البعض. القيت راسي بانني اصبحت شغوفا بذلك. اصبع عندي ميول هكذا. وقص على هذا كلام طويل لا اريد ان اجرح مشاعر المستمعين. لكن الخلاصة. وهو ان العلم مهما كان اذا كان بعيد عن الدين وعن القيم. فهو لا ينفع. اولياتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم اني اعود بك من علم لا ينفع. اعود بك من علم لا ينفع. كيان بزاف العلوم لا تنفع. واخطر العلوم التي لا تنفع. هي العلوم دي الاختراعات دي الوسائل الضمار الشامل. الذي اخترع القنبلة النووية. لما تم تدمير اليابان في هيروشيما ونكزاكي. كان يبكي. ويقول انا السبب. انا الذي اخترعت القنبلة النووية. فاغرقت الدنيا بالدماء. هذا علم لا ينفع. العلم الذي ينفع هو اولا يعرفك بالله. ثم ثانيا يربي السلوك. ثم ثالثا يساهم في التنمية. التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية. هذه العلوم النافعة. لكن علوم دي الاختراعات دي الاسلحة ودي الضمار الشامل. هذه علوم خطيرة جدا. هذه تدمر البشرية. وهذه كتزكي. الطرح اللي قالوه الملائكة نهر الأول. لبغي يخلق الله آدم. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكن قول لك سي جمال ممكن تقرأ علوم كثيرة. علوم تقنية. علوم رياضية. علوم فيزيائية. دون ان تنسى العلوم الدينية. بل الحمد لله المعرفة صارت فيما تناول جميع. ليس هناك فرق بين ابن الغفير وابن الوزير. ليس هناك فرق. اذا كنت تمتلك جهاز حسوب او هاتف ذكي. وعندك الكونكسيون. فليس هناك فرق بين ابن الغفير وابن وزير. لان العالم صار مفتوح امام الجميع. والمعرفة متاحة للجميع. كل واحد غيدخل المعرفة دي الانترنت. غد يلقى فيها كل شيء. مثلا العلوم الدينية. غدتلقى اتلقى العلوم الدينية. انا عن نفسي. كانت عندي مكتبة كبيرة في البيت. وانا طفل صغير. كلما حصلت على قدر من المال. اشتري بعض المصنفات في الكتب الدينية. او كتب دي الحديث. صحيح البخاري. صحيح الامام مسلم. اه 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 المجموعة دي الكتب الفقهية. حتى مل قد في نحطها. ام والطائلة. اخصيك لا واحد الفضاء كبير. الان لم نعد احتاجوا اليها. داخل الانترنت. كتت تدير كليك. يلا كتدير واحد للوخز. كي يخلج لك الكتب كلها اللي بغيتها. الكتب دي الحديث ودي الفقه ودي العقيدة ودي الاداب ودي الشعر. المعلومة كلها بين يديك. لا تحتاج. وبطريقة اكتر عين مية. كتقول طرف الحديث او طرف الآيات. يعطيك كل شيء معلومة كلها. العلوم ده بالان ممكن نحصل عليها عبر الانترنت وما اكترها. ولكن الانترنت هو بحل سيلي حدو حدين. كليك يمشي لبعض الاشياء التافهة. اشياء اللي هي ربما مقززة. اشياء اللي هي مخربة. لالقيم. اشياء اللي كتل في الانسان. للأسف بعض ابنائنا وبناتنا اه يستهويهم لان هناك شياطين كي يخدموا في الخفاء. غايتهم هو تدمير الجيء القادم. الجيء القادم خصوه يتدمر. خصوه يعرف الشهواء واللداء ويعرف الكراهية ويعرف الحروب ويعرف والحاجة اللي فيها منفعة كتكون دائما ضيقة. فلا حول ولا قوة الا بالله. انا احييك سي جمال لهذا الروح. وهنيئا لك استمر وعليك بالصحبة الصالحة. عليك بالصحبة الصالحة. قد لقى ناس اللي هم الصاحب وساحب. اتلقوا من اهل العلم والمعرفة. الى انضمتي اليهم. غادي يفرحوا بيك. وغادي يعلموك. واتلقى الكتوب. وغادي قد توجيه. وان شاء الله بعد مدة قليلة. غا يسمع عندك علم النافع. وتكون من المؤثرين في المجتمع. ومن المصلحين لما لا. ومن اهل الكلمة المسموعة باذن الله تعالى. حفظك الله ورعاك الله. واسعدك الله. ونتحول الى اقليم الفقه بالصالح. معنا لله صالحة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيك الله صالحة. اه كنشكرك على هاد المجهودات اللي كتدير معنا وكنشكره المستقبل المكالمات. يا بحر. على هاد المجهودات اللي كتديره. الله يزيدك بخير. اه تكون اه عقلتي عليا رفيد بتسمعك. ايا صالحة عقلت عليك بنتي على الفقه بالصالح. واحد من الارك نذكر هادك الاقليم عنده فقه وهو صالح من الصالحين. فقه بالصالح. الله يصلح امرنا امر المستمعين يا رب. ودي سمدك صالحة هادين يعني التقت الانوار اجتماعات الانوار. والحمد ولله الله وما لك الحمد اه. انا كان من اه احتياجة الخاصة اللي كنت كانت اللي سمع والدية. اياه. وفقت الوالدين وفقت الباصار منور الوالدين. لا الهيد الله. وكن عيس وحيدة في الفقه بن صالح. كان عيس وحيدة عم نكو عباد. لا الهيد الله. انا انا والله. صدق لي ما كنخرج لليلة نهار كنخاف. لا الهيد. بزاف بالحويش. كلي كي يجي وكل يبغي يتعون معك. كلي كيش بقيت يستغلك النقطة الضحف ديالك. الله الهيد الله. اه. ما بزافة عم نكو عبادة. المكوفرة تتعاني في صمت. الخصوص للدناس. لا حول ولا قوة. الناس اللي تتعيش بوحدة كتعاني 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 في صمت. لا حول ولا قوة. وهاد المؤشر اللي جانا عم نكو رايبان جاني انا طاع على المؤشر وقال كرا ما غتستفديش من الله ما خاصك تخلصي. cui جانا ما خاصتك تجاذب كتعاني تسعوض فاصلة ثلاثة. قلا بزافة تم النوئة. اكتر من تسعوض فاصلة ثلاثة حتى هو المؤشر اثه لعقبة تسعوض فاصلة ثلاثة. انا تسعوض فاصلة جاتني سبع واربعين. قريبة قريبة اليوم. جاتني سبع وربحين. ا الثانية عنقبةcules ققبةصلة لقر lost général فجاء واجalley لجاء القعبة وجاتني سبع واربعين. لا الهاء إلا الله. مضفعت الدعم باقي ما جاوبونيش في الدعم. فقم السافر في الدعم. والحمد لله ملك الحمد لله. لكل حالك الحمد لله. نشكره. آآ انا رأى من آآ قانت هلال المكفوفين مع قوية جواد للحمد لله لدي هذين جهودات ويجمع هذين مكفوفين. وكن قرأوا القرآن الحمد لله ادخلت مكان قرأ والو يلا حافظ عشوية. بالحمد لله ختمت البقرة وبدأ يفعل عمران. مارك الله. وكن شكروا لأخ جواد اللي كيدرون واخوت مقاح كاملين. وكن شكرا لأخوة آآ اخوة كوريبان. بارك الله فيك ابنتي. وثم آآ انا رأى المعاناة ديالي تقانت هلال المكفوفين. هي اللي بغا يدخل رأى عصا ودرا صوت. آآ معاناة صالحة من الفطيه بن صالح اللي بغا يتساعد معي. لسه الدوايات عدي الدوايات. وخا ما كان نشوفش عدي الدوايات ما نقطع عمسة عمي كوريبان. عدي ميتين درهم كل أشهر. ناين ميتين من قطعاش. وما كان مكان عدنا شوى الله. ناين مكفوفين ما عدنا شوى الله. اللهم لك الحمد. آآ صالحة بنتي لباش حل عمور ديالك. انا زيد في تلاتة وسبعين عمي كوريبان. آآ بقى شباب الحمدين. رغن كنا رغن كنا رغن كنا انا وقال اخبار من ناين. هيلة هيلة الله بنتي الله يطول العمور ديالك. وبنتي ما مليم مشوى الواليدين مشوى العائلة ما كانش شعاري استقدم لخطبتك. كنت نفقت العين كنت كنت عايش نعب عين وحدة نفقت العين اللولة وان عندي يلا عشرين عام. الله 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 الله. وكنت نخدمها في البويوت. الله وكبر. وعدي بعين وحدة. وطول عجب ساتوخرات معي الوالدة بقات دفش من قابل الوالدة وكننخدمها في القهويت في الوالدة. كفم دميناج كمنظفة. كتشتغلي كمنظفة دائما. اهه. الجفاف والغسيل. وانا كنخدم عاب عين وحدة عين وحدة ماسية فاقضاع عاب عين وحدة. الله كبر. كنخدم ديال. والحمد لله الله ملك الحمد. ليلى. الحمد لله شكر الله. الحمد لله شكر الله. اهي قدي تفعي المكفوفك تعاني ما كان خرسة ندب سادع ليالي الله هالاخرش كان خاف. ما كنقداش ما تلقاش لي خرجني ما تلقاش يتسخر لي. ما تلقاش لي. يقلي ليش ليستخرك مرة ما يلقاش يعود تسخرك مرة اخرى. ليش بزيدك هذه المرة ما يعودش يش بزيدك مرة اخرى. كيلي كي تعاون معاك كيلي كي يستغل مكفوفك ديالك كي اه ما ما كي. يبغي تبسل عليك يا ابنتي. ايه. واذاك شي اللي كان عمك وريدة. احوله ولا قوتي اللي بله. الله يحدك الله عالجواج اللي تنطلهم الله عمال ربي يعطينا الصبار ويقوينه وعاون على حفظ القرآن. يا رب. وكم تمت منهم المستمعين كي سمعونا يتعاونوا مع هات المكفوفين وتمت منهم المسؤولين يشوفوا حل هادو هادو اللي تي يشوفوا حدو مطالع للمؤشر بس غاي خلصو. بس غاي خلصو هاد هاد لعمو باش غاي خلصو. ليلة هيل الله. تم مسؤولين يتساعدوا معنا ويشوفوا من حالة. والمشاهدين يدخلوا لقناة هلال المكفوفين ويقولوا يكتبوا معاناة صالحة من الفطي بن صالح. نعم. رغب عليهم صوت. نعم. واللي بغيتعاون معنا الله يزاجي بخير ودخلوا قناة هلال المكفوفين وقناة امال المكفوفين يتعاونوا معنا المكفوفين الله يزاجيهم بخير. يا ربي بنتي يا ربي. وواحد اخت بنتها اسميتة مالكة كتتسلم عليك وقد كدعي معها ومعاون الوليدات ديها ولها. يا ربي الله يحفظها يا رب. وهو واحد الاختة دينا اختي من الاب دي لانا ما عديش الخاطعة دي اختي من الاب دي لانا ما كنجيش عدي بزاف معنا حساب الضروف. قاعد يبدل لها واحد دعاء اللي يشافيها عندها واحد العرب كي تكون غادية تتطح. يا ربي تشافيه تعالى. وانتعان مع الولي دي الله يرحمه ومستعليه وغايت كدعي معنا عم الكورايبان ودخل مع جميع المكفوفين. يا ربي بنت يا ربي الله صالحة. الله يحفظك. الله يحفظك ونجيكه ولا حوله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه المشكلة دي الله دائما يثار اه على اثير هذه الاذاعة من طرف واحد العداد دي الابناء الشعب. خصوصا هذه الفئة من دوي الاحتياجات الخاصة. اكيد ان ان الدولة دارت هذه المؤشر اه على اعتبارات متعددة. ادخل 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 للحاسوب. يعني واحد العداد دي الناس كي طلبوا باش اه اعداد النظار. كتكمشي معهم بعد مرة اما الجماعة او العملاء اللي كي يسكنوا فيها في الاقليم ديالهم. وكان دائما داك الموظف كي يقول ليك انا لست مسؤول. انا انا امامي الحاسوب. كيدخل دك المعطيات. كي يخرج لي اه كي يخرج لي واحد نتيجة معينة. فاله اه الحاسوب وليك يحكم. طبعا الحاسوب. اه البرمجة كتكون من طرف الانسان. احنا كنحول ما امكن اه في هاد البرنامج كل مرة نجدد النداء على المسؤولين على القطاع الاجتماعي ببلادنا. ان هاد العمل اللي قمت بالدولة مشكورة ديالنا مو ديال الحماية الاجتماعية وهذا التضامون وهذا السكن. اه كل هذا هذا خير كبير. هاده واحدة الخطوة الى الامام. وكانت منه الخطوة التي تليها هي اعادة النظر في بعض الاعتبارات. من بينها الواقع ديالوحد المجموعة من ابناء الوطن اللي هم من دوي الاحتياجات الخاصة. لان كل ممكن تشكوا بان المؤشر ديالهم قارب العتبة. العتبة هي هي تسعود فاصلة اه تلاتين او تلتمية او تلاتة. تسعود فاصلة تلاتة. هذه العتبة. اللي فقها ولو غير بنقطة واحدة الحاسوب لا يشتغل. كيقول لي انت ما داخلش في اطار الاستفادة. فكانت منه ان شاء الله تعالى اه البرمجة ديال الحاسوب انهم يدروا واحدة الحالات الاستثنائية. الناس اللي عندهم واحدة وضعية خاصة. لفاقد للبصار فاقد للحركات فاقد لبعض الامتيازات في حياته. نعود فيها النظر. وكان نعود نجد نداء للسادة المستمعين لهذه القنوات اللي من خلالها ممكن توصلوا مع ذوي الاحتياج الخاصة. غير قبل البرنامج. الى دخلت الواحد مجموعة منهم وتصفحتهم. بتشوف الواقع انك شي مؤلم مؤلم الغاية. كنا اول حاجة قناة هلال للمكفوفين. لتكلمت عليها صالحة. وايضا هناك شجرة امل للمكفوفين. وكذلك كنا اه قناة نور للمعاقين. هذول اللي هم اعاقة حركية. يعني ممكن عن طريق محرك البحث تكتبوها الاسماء. وتصفحوا واحد مجموعة دي الفيديوهات. يلا تطلع تلعي مؤخرا. كل واحد كيتكلم على المعاناة ديالو. وكيكتب رقم الهاتف ديالو. وهات الناس عندهم احتياجات كاللي محتاج للدواء. كاللي محتاج للطعام. اه واحد ثم اسمعته كان محتاج لهذه البرد القارس. اه سي محمد من الخميسات. منطقة منطقة باردة. معاه هو اللي معاك يشعروا بالبرد القارس محتاج للتدفئة. محتاج الى ملابس ولو تكون مستعملة. محتاج الى الوقمة تعيش. يعني كيبقى الانسان يتيم وعنده اعاقة ومحاصر. هو المفروض ان المنطقة اللي كيتعيش فيها كل منطقة الناس يسولوا على بعضيتهم. يعني حق الجار على الجار. ولكن كيلك يسكن في المنطقة هي نائية. او منطقة فقيرة. يعني الجار عنده مش هيعاونه. ذلك شي عنده محدود جدا. هو ما مكافش مع نفسه. فاحنا كنحاول نربطه الاتصال مع هؤلاء الناس. كنقول السادة المستمعين لكم كامل الصلاحية انكم دخلوا المحرك للبحث وتكتبوا هذه العناوين. اما تكتبوا قناة هلال للمكفوفين. واما تكتبوا شجرة امل للمكفوفين. واما قناة نور للمعاقين. هذو ثلاثة جهات. كل واحدة مكلفة بنوع من الناس المحتاجين. ووضعين ارقام الهاتف في يدينهم. ممكن قد مرم المساعدة خصوصا في هذا البرد القارس. محتاجين اولا للتدفئة. محتاجين الى ملابس ملابس مستعملة ينبسوها. وكل فيهم عنده مرض مزمن محتاج الى دواء. وكل الجوع يقهره مع غلاء الاسعار. خاصة الماكلة. يعني القطاني. كيبغي اي حاجة شو قفة. اعطيتها لي بحالة حيته اسبوع. قد حييه اسبوع قفة في مواد غدائية. وكل بغي يوسع لي اكتر من ذلك انه الاجر والتواب. هدف انتظار. في المسؤولين يعود النظر في هذا المؤشر دي الاستفادة لصالح هذه الفئة من ابناء الوطن. وحن عندنا امل وعندنا يقيم بان غد يوقع تغيير الى الاحسن. وغد يوقع الاصلاح الى الامام. وربك سبحانه وتعالى مطلعون وسوف يبارك في خطوات الجميع. حافظكم الله ورعاكم الله. للا صالحة. هذه الاخت مالكة. الله شفيها والله عفيها والله دويها. والشقيقة ديالك ايضا من اباك. كذلك لا تصح والعافية وتمام العافية. حياك الله وبيك الله. وزدك من فضله ومن نعيمه. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. نوصل ايه الاحباب الكرام هذا اللقاء. ويسعدنا ان نستقبل الان من تونات للا فاطمة. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. برسدي دكتور لبس عليك. الحمد لله بنتي بارك الله فيك. شكرا بزاف على هاتش اللي تعلموا منك. شكرا شكرا بزاف اللي اخذتك علينا. العفوة بنتي بارك الله فيك. انا عم يقر ايضا مغايتك الدعا معي في زوج صالح. يا رب. ودعا لي معا واليدي يا. انا شوية مرتابك اول مرة. العفوة بنتي انتي بهلا مع الاسرة ديالك ومع الاخوة ديالك. يا مرحبا بك. انا كنسمع امي كورا ايضا بزاف ديال الشابة بقيدوا زمعك بحثوا عن او كيزوجو. ايا. انا بغين شاركوا معاكم ومو كيش تليش الخط. اياها بنتي باني له. انا عمي تشجل الرقم ديالي عندك. الله يحل لك. وحا راس العين. الناس مرحبا. اياها بنتي. اه لا لا فاطمة اقول يا بنتي. ايش حال السن ديالك. عندي ستاة وثلاثين عمي. مش عارفين. مش عارفين. مش عارفين. والمستوى الدراسي. ده ما عمر ما قرأت. اه. انتي في البادية ولا في المدينة. ده انا في البادية. مش عارفين يا بنتي. يا مرحبا بإذن الله. بإذن الله. وهات الزوج دي اللي ربما كتبنيه ان شاء الله يكون من نصيب ديالك. وشخص يكون في الفتونات ولا يكون في اي اقليم اخر. لا في اي بلاطة. ما في مشكلة. ايا ان شاء الله بحالف الدارة بيدا ما ترى. الحمد والله كالخير موجود. اياه. ممكن ما كان. بإذن الله تعالى بنتي. انا كنت سجل للرقم ديالك. بإذن الله. اي لا بغت تقول يا اهم المواصفات اللي كتهمك من هات الزوج. وعما اي مواصفات. انسان يكون غير مزيان وصافي. ما عندي زاشي مواصفات. سبق ليهم زواج. سبق ليهم طلاق. ولا وقع لي. ما في مشكلة. يعني اخي يكون مزوج ولا لعندكو عنده جوج وليدات ولا دمشي مواشكي. اياه. ان شاء الله بنتي بإذن الله كني الناس بزاف كان عرفوهم كني توفت لي زوجة ديالو حزين. وكن قولي لا بود دخسك تجدد الفراش دياليك لان الحياة تستمر. وكي اللي وقع لي ربما انفصال و وشعر بالله بالفشل كنت قولي لا ممكن جدد نفسك. اعطى الله الخير. وكين اللي الحمد لله يعني الله تعالى يتنزه في ملكه. ان شاء الله رب يجيبك تيساف القريب العاجل. للا فاطمة. ان شاء الله عمي. شكرا بزافة عمي. لعفة بنتي فاطمة. شكرا لك. حافظك. يا ربي بإذن الله كنين اهل بعض الناس مرة مرة كانت لقى معهم. كانت لقى كل واحد عنده ظروف اه خصوصا لتألمت كثير منه. هو من لشي شخصك يقول لك توفت لي الزوجة دياله. واخرا واحد صديق عزيز. مرته كانت مريضة بواحد مرض شديد. عنده سرطان واصبر معها وجرى معها. وعطى الدم. وعطى كل ما يملك. ولكن شاءت قدرة الله تعالى انه ينتقل الى الرفيق الاعلى. من البعد كنا دار معاك يقول لي يا اعظم يتم. اليتم هو من اللي كتفقدت الزوجة ديالك. وكتشعر باليتم. اه كانت كور جاب لي واحد واحد مكبر صوت. هو بسيط ممكن كي يسمع غير في القاعة. قاعة صغيرة. مكبر صوت. قال لي هكذا المكبر انا ما احتاجوش. قلت للشريتي. قال يامني كانت شريفة مريضة. هي في غرفة واناك يكون في الصلاة الاخرى. كتبغي تكلم معايا. كتستعمل مكبر الصوت هذا. اه افلان اه جيران يبغيتك على كذا او كذا. فكان صوتها خافت. وكانت استعمل مكبر صوت. ومن توفات زوجك يبكي. كمن فقد امه. ولكن لقى الخير. لقى الخير في 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 الجيران. لي اه 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 وخصوصا انه لا يعرف ان يستعمل اي شيء من اشغل البيت. القى الحمد الله المواساة. وكن قولي لابد دخسك تجدد في راشك. يقولك نعم تتكمل الاربعين. وبعد الاربعين تكمل السنة ربما ربما. قل قولي هذا غير حسابة دراسك. ولكن ربي عز وجل. الى بغرفة اي لحظة. وكان غير هو ممكن اصدقاء. كان مسكين واحد سيدة. اه يالله تموق عليه. عدم تفاهم مع الزوجة. ومن بعد يطلب الطلاق. يطلب الطلاق. وهوقع منه اخطأ. ولكن هو كي يقولي انا 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 اندمت وانا كان اعترف بالخطأ ديالي. ويا الله فقط الدنيا وبغير مبدعها جديد. يكت قولي ابدا. لن انسى هدك الايام السوداء التي مرت بياها وكده. وكتحاول الاصلاح ما. ده ما الان بقى واحد. بقى واحد كي يشعر بانه اه تعلم من الدنيا وتعلم من هالتجريبة. يقولي يا اخي لست وحيد. الدنيا هي هكذا. الله سبحانه وتعالى اجعل فيها اه جوانب من الافرح. والجوانب اخرى من الاطرح. ولا بد لكل واحد من العباد ان ينال نصيبه من البلاء. كما ننال نصيبنا من النعم. نعم الله تعالى علينا كثيرا. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن في خضم النعمة خسرت تكون مستعد ان مرة مرة ربك اتفكرك بواحد البلاء. اتفكرك بواحد شدة. لكنها لن تدوم. ستزول اجتدي ازمة تنفرجي. فان شاء الله تعالى كان نوجه النداء من هدل المنبر للسدى المستمعين. الى شو واحد من اهل الفضل. شو واحد من الرجال اللي يرغب في الزواج على سنة الله ورسوله. اه الاخت فاطمة من اقليم تونات عندها سبعة وثلاثين سنة. ويبدو انها كتعيش في الحياة البادية. وما اجمل البادية. مناخها وهواءها. وفطريتها. الفطرة السليمة في البادية. اكيد الفتاة في البادية كتكون سبارة. كتكون قانوعة. كتكون مهدنة. كتكون فيها القابلية للتعايش. ورحم الله من لقى هذا بهذا. فلنا فاطمة هو التليفون ديالك عندي. وكن قل السادة المستمعي اللي حب هذا الامر. غنكون سائر باش نكون اه اه وسط في هذا الامر. خصوصا انها من تونات. او انا لم ارى فاطمة. هي لا تكلمت معنا الان. لكن معلوماتي على اقليم تونات. ان الناس ديالة من افضل الناس. عطاهم الله تعالى واحد صورة جميلة كلهم. انا كان عندي واحد جيران. في واحد الموب الكتساكن فيه. وكان واحد انا واحد جيران من تونات. عندهم الصورة جميلة جدا. وعندهم الاخلاق عالية جدا. انا كتكن ضنغرهم مهكة. ولكن واحد النار كتعدم واحد مناسبة. وجوا عندهم عائلتهم كلهم من تونات. جوجوج كيران ديل تونات. فاذا بي افاجأوا في ذاك المجلس ذاك ذاك الفرح اللي داروه. ان جميع الحاضرين كلهم على صورة جميلة. وعلى خلق كريم. فاكل لكن بعض المناطق الله تطابع هكذا. فكنت مننا ان شاء الله نكونوا سعداء بالافراح والمسارات في القارب العاجل. اللي لا بنتي الله يحفظك ويرعاك ويبرك فيك. ويعطيك الزوج الصالح. ويختارك الله تعالى الحياة الهنية الرغيدة. ويفرحك مولنا ببشكة تمناي. وجميع الفتيات ديالنا اللي هم كين تدروا الزواج. يا ربي تفرحهم. يا ربي تسعدهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم آنس وحشتهن. اللهم يا ربي لقي الازوى الصالحين مع الزوجات الصالحة. اللهم يا ربي اللي عنده شي مانع من الموانع. او شي عكس من العكوسات. نسأل الله تعالى ان يزيله في هاد الساعة وفي هاد اليوم المبارك. وان يكرم الله الجميع ببركة النبي الشفيع. قولوا معنا جميعا امين. امين امين. يا ربي كريم. ايها الاحباب الكرام. ونحن في ختام حلقة هذا اليوم السعيد. لعلها ساعة اجابة. هذا وقت متأخر من الليل. وهي ليلة الجمعة. تعالوا نتضرع الى المولى عز وجل. بان يرزقنا الرحمة والمغفرة. ويفتح لنا ابواب الفرج. وندعوه كذلك ان يسقينا بامطار الخير. وان يغيثنا بغيث النافع. فاللهم يا رب العالمين. يا اكرم الاكرمين. يا من كتب على نفسه الرحمة. ويا من قال. واذا سألك عبادي عني فاني قريب. اجيب دعوة الداعي الى دعان. اللهم اننا عبادك الضعفاء والفقراء. نستغفرك ونتوب اليك من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا. نسألك اللهم ان تغفر لنا ما مضى. وان تصلح لنا فيما بقي. اللهم يا رب العالمين. يا من اظهر الجميل. يا من ستر القبيح. يا من لا يواخد بالجريرة. ولا يهتك الستر. نسألك اللهم ان تغفر لنا. وترحمنا. وتستر عنا. يا عظيم العفو. يا حسن التجاوز. يا واسع المغفرة. ويا باصطا اليدين بالرحمة. نسألك اللهم ان تسبغ علينا من الرحمات والبركات. اللهم يا صاحب كل نجوة. ويا منتهى كل شكوى. يا كريم الصفحي. ويا عظيم المني. نسألك اللهم ان تمن علينا بالعطاء. وتمن علينا بالكرم. وتمن علينا بالعز. يا دلجلال والاكرام. نسألك بعزك وجلالك. يا حنان يا منان. ان ترزقنا رزقا حسنا. اللهم شافي منا كل مريض وكل سقيم. اللهم اقضي الدين عن كل مديون. اللهم فرج الهم عن كل مهموم. يا رب في هذه الليلة. وفي هذه الساعة. نسألك اللهم ان تتجلى علينا بالرحمات والمغفرة والثواب والعطاء. الهنا وسيدنا ومولانا. نواصينا بيدك. اللهم انك عالم بضعفنا. نسألك اللهم يا ربي ان تفتح لنا ابواب التسير. اللهم يا اكرم الاكرمين. ان الابواب اغلقت. الا بابك الرحيم. اللهم اننا عبادك الواقفين على بابك. وانت يا رحمن يا رحيم. بابك لا يرد عنه احد. بابك مفتوح للسائلين. نسألك اللهم ان لا تطردنا عنه. اللهم يا حنان يا منان. ازل عنا الهم والحزن والكرم. اللهم انعم علينا بنعمائك. اللهم جود علينا بجودك. يا من اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. اكرمنا يا ربنا بالنجاح والتوفيق. اكرمنا يا ربنا بالصحة والعافية والشفاء والمعافاة الدائمة. اكرمنا يا ربنا بالستر في الدنيا والاخرة. يا من هو اله في الارض و اله في السماء. يا من له عنت الوجوه. وذلت لعظمته الجباه. اللهم يا رب العالمين. نسألك ان تمن علينا بنعمة الايمان واليقين. وان تجمع شملنا. وان تحقق رجاءنا. وان تبلغنا مقاصرنا. اللهم فرج عن المهمومين. ونفس يا ربنا عن المكروبين. واقضي الدين عن المدينين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رحمن يا رحيم. نسألك ان ان ترحم عبادك المؤمنين. ان بالبلاد والعباد من الشدة والضيق والضلق ما لنشكه الا اليك. اللهم يا رب ارفع عنا الجوع. وارفع عنا الغلاء. واكشف عنا البلاء. اللهم ادفع عنا الهم والغم. لا يكشفه الا انت. نستغفرك يا ربنا. ونتوب اليك من شرور انفسنا. اللهم واننا نستسقيك. نستسقيك يا رب العالمين. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك. وانشر رحمتك. واحيي بلدك الميت اللهم اصقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اصقي بادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت نستغفرك يا رب العالمين انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم ارسل السماء علينا مدرارا اسقنا سقيا نافع يا رب العالمين تزيد بها في شكرنا وارزقنا يا رب رزقا واسعا إن عطائك لم يكن محضورا اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين رزقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب أنبت لنا بها الزرع وأدر لنا بها الضرع واسقنا من بركات السماء اللهم وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم أنزل في أرضنا ربيعها وارزقنا من بركات السماء وأنت خير الرازقين اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين يا دلجلال والإكرام يا رب العالمين نسألك اللهم أن ترحم الشيوخ الركع وترحم البغائم الرتع وترحم الأطفال الردع يا مولى المستضعفين يا غيات المستغيتين ونحن نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أنزل علينا يا ربنا غيتا صيبة أنزل علينا مطرا طيبة واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين يا واسع العطاء يا كريم يا سميع الدعاء ارفع عنا الجوع وارفع عنا الجفاف وارفع عنا القحط وارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء ارفعوا عنا وعن جميع بلاد المسلمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا إننا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تواخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا يا حنان يا منان اللهم ببركة الصلاة على مولانا رسول الله صل وسلم على النبي المختار اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله جميعا أيها الأحباب نقول اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيط ولا تجعلنا من القانطين اللهم آغتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين